وصل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية إلى مدينة واكشوت عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة التي تستضيف اجتماعات الدورة العادية 27 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وكان في استقبال معالي كل من سعادة السفير أحمد محمود والدسويد أحمد أمين عام وزارة الخارجية والتعاون بجمهورية موريتانية الإسلامية الشقيقة وسعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة ومنذوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية قبل أن نرى مستوى التحضير الذي نحن وثقين منه 100% أنا سعيد جدا بزيارة هذا البلد الشقيق أهلنا أهل موريتانيا الأشقاء وحقيقة هذه قمة مهمة جدا ليس فقط لموريتانيا بل لكل الأمة العربية أن يلتم شملها هنا في هذا البلد ونتطلع إلى أن تكون قراراتها هامة لتوحيد الصف ولما الشمل العربي خصوصا في هذه الأيام وهذه الظروف صعبة هذا وتستعد العاصمة الموريتانية نوكشوت لاستضافة القمة العربية السابعة والعشرين لجامعة الدول العربية يوم غد الاثنين وسط ظروف طارئة بسبب الأزمة التي تشهدها المنطقة كما دعى وزير الخارجية الموريتاني خلال اختتام الاجتماع التحضيري للقمة إلى وضع استراتيجيات لمعالجة المشكلات الداخلية في العالم العربي الأزمات والتحديات السياسية والأمنية الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية هي على رأس أولويات جدول أعمال القمة السابعة والعشرين في العاصمة الموريتانية نوكشوت التي تبدأ يوم غد الأثنين بحضور وزراء الخارجية العرب وخلال الاجتماع التحضيري للقمة أكد وزير الخارجية الموريتانية الذي ترأس الاجتماع سلكوولد أحمد أزيدبي أن هذا الاجتماع التحضيري ينعقد في ظل أوضاع خاصة تمر بها المنطقة العربية وتتطلب تكثيف التشاور لاعتماد مقاربات تواكب التطلعات المعقودة على قمة نوكشوت وأضاف أن القادة العرب سيجتمعون لاستعراض جدول أعمال حافل بمجمل الاهتمامات العربية المشتركة معبرا عن يقين في كون هذه الدورة ستدشن لمرحلة جديدة من تاريخ العمل العربي المشترك إن إرساء أسس عالم عربي يتطلع إلى مستقبل أفضل لا يستدعي منا وضع استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأمن الإنساني وبلورة تصورات شاملة لمعالجة المشكلات الداخلية في عالم متغير يستوجب التعاون والتنسيق بين الأشقاء ومع الدوائر متعددة الأطراف لتحقيق الأمن والرفاه والتنمية لمجتمعاتنا المعاصرة بدوره أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المضي قدما في عملية الإصلاح والتطوير تحتل أهمية قصوى في هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة العربية ومحيطها تحولات كبرى وتحديات جسام وأضاف أن القضية الفلسطينية ظلت على امتداد العقود السابقة وستظل القضية المركزية للأمة العربية باحتلالها الأولوية القصوى في أجندة العمل العربي المشترك وأشار إلى وجود تهديدات مباشرة للأمن القومي العربي ناجمة عن الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في العراق واليمن وليبيا مما يتطلب تحركات سريعة وجادة لإيجاد حلول سياسية من شأنها عادة الأمن والاستقرار إلى هذه الدول وكانت اللجنة الوزارية العربية الربعية قد عبرت في بيان عقب اجتماعها الثالث على هامش أعمال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة عن إدانتها واستنكارها لكل التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ويأمل الوزراء المشاركون أن تستجيب القمة لأمال شعوبهم وأن تكرس الطاقات للإسهام في حل كل القضايا العربية وتقرير حاضر ومستقبل المنطقة كقطب فعل قادر على اجتياز المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية ترجمة نانسي قنقر